هذا التصدي أدهش الملايين تصديات خارقة من حراس المرمى لم يجدوا لها تفسير السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم دائما ما نشاهد الأهداف الاستثنائية والمميزة في عالم كرة القدم لكن هناك تصديات لحراس المرمى تجعلك تستمتع بها أكثر من الأهداف نفسها وفي هذا الفيديو سنشاهد ونمتع أعيننا ببعض التصديات الخارقة من حراس المرمى والتي لم يجد لها تفسيرا بعد لنبدأ تمريرة استثنائية ورائعة تصل إلى إيسكو فتابعوا الأخير كيف قام بضرب الكرة بالكعب لكن حارس المرمى تمكن من تصديها بردة الفعل المميزة هذه تقدم الأميل يمال وقام باختطاف الكرة من أمام اللاعب وقام بتزديلها في الزاوية البعيدة لكن تمكن الحارس من قبزته هذه من لمس الكرة وإخراجها من الملعب تقدم اللاعب إنسفاتي أمام الحارس أونانا بانفراد تقريبا لكن تابعوا كيف أضاع هذه الكرة حيث تألق أونانا بتصدي هذا الانفراد هنا تزديدة اللاعب رودري استثنائية ومميزة لكن الحارسون تمكن من القفز في الهواء وصدي هذه الكرة القوية ما رأيكم هنا بألسون بكر والذي تمكن من تصدي هذه الكرة بعد رأسية صاروخية من هذا اللاعب وهو دخل إلى الشباك بينما خرجت الكرة من الملعب تابعوا ردة فعل الحارس جانوليج دوناروما وكيف قام بعد هذه الدربكة بالتمكن من تصدي هذه الكرة كما ترون أمامكم صاروخية تنطلق من خارج منطقة الجزاء على الزاوية التسعين على يمين حارس المرمى فتابعوا الأخير وكيف تألق بإخراج الكرة حسنا لنقول أن ضعف قدم هذا اللاعب مكنت حارس المرمى من تصدي هذه الكرة بكل سلاسة حيث أن الكرة لم تكن قوية بما فيه الكفاقة لم يتوقع حارس المرمى أن يقوم لاعب الخصم بالتزديد فركزوا كيف تصدي هذه الكرة بردة الفعل هذه صاروخية بأتم معنى الكلمة يطلقها اللاعب تشاوميني فتابعوا تيرشتيغن مع المنتخب الألمني وكيف قفز على يمينه ليتصدى هذه الكرة حقيقة ردة الفعل الخاصة بحارس باريسان جرمان هنا رائعة للغاية إذ تابعوا كيف وصلت هذه الكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم اللاعب بتزديلها وكذا أن يباغت الحارس الذي كان مستيقظا لهذه الكرة الإبداعية بإمكانكم أن تشاهدوا أليسون بكا وكيف بقي صامدا أمام هذه الكرة إذ قام بتصديها لتخرج في النهاية من الملعب من رأس هذا اللاعب إلى رأس زميله تمكن الحارس هنا بردة فعل مميزة من إنقاذ الكرة في النهاية حارس لاتزيو رائع جدا إذ تابعوا كيف تمكن من الخروج لهذه الكرة قبيلا أن سددها لاعب أتليتكو مدريد ليتم تصدي هذه الكرة برونق جميل هجوم رائع من لاعب منشستر سيتي وهنا تصل الكرة إلى فودن ولكن حارس مرمى أرسنال كان مبدعا إذ مرت الكرة بين أقدامه ولكن في النهاية خرجت إلى خارج الملعب ولم تذهب إلى الشيباك ردة فعل حارس منشستر سيتي هنا رائعة ومميزة إذ تابعوا كيف قام بتصدي مطرقة لاعب وستهام بشكل استثنائي تصل الكرة من الحارس إلى لاعب توتنهام فتابعوا الأخير كيف قام بتزديد هذه الكرة ولكن الحارس قبل أن يفقد توازنه قام بتصديها ثم رجع للوقوف بشكل جيد ردة فعل أليسون بيكر رائعة في هذه اللقطة إذ كان ذاهبا على الجهة اليسرى وتغير اتجاه الكرة في لحظة لكن أليسون بيكر قام بتصديها بطريقة ولا أرواع تقدم هذا اللاعب بانفراد لكن تيروشتيغن قام بحماية عرينه بشكل مميز وتصدى هذه الكرة لم تصدق أن أليسون بيكر قام بتصدي هذه الكرة بتزديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ردة الفعل هنا لا يمكن أن يتم وصفها تمريرة رائعة من لاعب ريال بيتيس إلى زميله ليقوم الأخير بإنزال الكرة لوب في شباك هذا الحارس لكن تابعوا في آخر لقطة كيف تعلق الأخير وتمكن من تصدي هذه الكرة ليحمي مرمح هنا الحارس تشوزني كاد يتلقى هدفا رائعا لو لا أن قام بالالتقاء ليبعد هذه الكرة كرة جميلة للغاية تصل إلى اللاعب كوندي فتابعوا حارس المرمى وكيف قام بإبعادها بشكل رائع تمريرة رائعة من هذا اللاعب إلى زميله فتابعوا الأخير كيف قام بضرب الكرة برأسية قوية لكن الحارس هنا قام بمد يده فقط ليقوم بإبعاد هذه الكرة الصعبة للغاية تزديدة استثنائية على مشارف منطقة الجزاء ليطير الحارس بهذه الطريقة على يساره ويقوم بتصديها من خارج منطقة الجزاء تزديدة صاروخية يرسلها هذا اللاعب لكن حارس المرمى يتعلق ويقوم بإبعاد الكرة يتعملق حارس إيس ميلان بتصدي هذه الكرة بعد رأسية هذا اللاعب يمكنكم أن تتابعوا كيف مد يده لإبعاد وتصدي هذه الكرة المميزة ردة فعل الحارس كانت إبداعية هنا حيث سدد اللاعب الكرة على يمينه ليتألق الحارس بتصديها لتخرج الكرة من الملعب تتقدم الدبابة البشرية أدامة راوري في هذه الكرة ولكن ركزوا على الحارس وكيف تمكن بالخروج بشكل صحيح ليبعد هذا الخطر هذه الكرة صعبة جدا لأن المدافعين يغطون الرؤية لكن هنا حارس توتنهام كان مبدعا بتصدي هذه الكرة يتقدم لاغب أرسنال داخل منطقة جزاء توتنهام فركزوا كيف وقف أمام الحارس ليقوم الحارس بتصدي الكرة بركبته كما تشاهدون ارتقاء ولا أروع من الحارس أونانا ليتصدى كرة اللاعب باير ميونيخ القوية هذه ردة فعل الحارس هنا لا تصدق تابعوا أونانا وكيف أبعد هذه الرأسية ارتقى هذا اللاعب ليضع الكرة في الشباك لكن الحارس كان لها بالمرصاد فركزوا على ساني وكيف احتفل ولكن تم إبعاد الكرة قبل أن يصل إليها هاريكان تزديدة رائعة لكن دونا روما يبدع ويتألق ببعاد الكرة عن شباكه كرة رائعة تصل إلى جواو فيليكس داخل منطقة الجزاء فركزوا على حارس المرمى وكيف أمتعنا بهذا التصدي لا يمكن أن تصدق أن هذه الفرصة لم تكن هدفا افتابعوا ردة فعل تيرشتيغين وكيف أبعد الكرة يتقدم هجوم سيلتا فيغو في هذه اللقطة ويتمكن اللاعب من أن يقوم بوضع قدمه ليسدد هذه الكرة القوية لكن تيرشتيغين كان لها بالمرصاد في هذه المباراة لمانشستر سيتي يمكنكم أن تتابعوا هذه الرأسية الأولى وكيف أبعدها حارس المرمى وهنا كرة أخرى بين الدفاع ويمكنكم أن تشاهدوا كيف قام الحارس في النهاية ببعاد هذه الرأسيتين إنه استبسال رائع من حارس المرمى ولن تنتهي المباراة إلى هنا حيث قام هالاند بهذه المقصية في الهواء لكن حارس أبعدها بشكل إبداعي لاعب نابولي يرسل صاروخية قوية فيتعلق حارس المرمى وبأطراف أصابعه بتصديها تمريرة مميزة تصل إلى بيلينغهام فتابعوا كيف قام الأخير برأسية لمحاولة وضع الكرة في الشباك لكن ردة فعل الحارس كانت مميزة جدا يستمتع هنا بحارس أرسنل وكيف تمكن من تصدي كرة لاعب توتنهام بعد هذه الدربة كافي الدفاع ردة فعله لا تصدق حقا هنا زميله يصفق له على هذه الكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر